موسيقى حاش لله أن تكون له صاحبة ما هذا الكفر؟ حاش لله من يجرؤ أن يتكلم هكذا على الله؟ كيف تنزل آية لشيء غير موجود؟ عن من يتكلم القرآن ولمن يتكلم بهذه الآية؟ وهل وجد أي فئة من الناس تؤمن أن لله صاحبة؟ عندما أتحدث إلى بعض من أصدقاء المسلمين دائما يأتوني بهذه الآية وأشعر أنهم يخلطون بين المسيحيين الذين لا يؤمنون بهذه الفكرة مع لربما ديانة أخرى لهذه الأسباب أولاً إنها إهانة شديدة موجهة ضد الله مباشرة فمن هو الجاهل من المسيحيين الذي يقول مثل هذه الآية؟ إنها طعنة في قداسة الله وفي طبيعته إنها إهانة لشخصه فهل يعقل أن الله يمارس الجنس مع امرأة؟ لماذا ترددون هذه العبارة؟ مع العلم أنه لا يوجد مسيح واحد في كل بقاع الأرض يقول مثل هذا أو يؤمن أن لله صاحبة؟ كيف يكون هذا الإله القدوس المبارك يضاجع امرأة؟ هل وصل الحد بكم أن تهينوا الله مباشرة؟ حتى إن التفكير بهذا الشيء مقزز هل جعلتم منه إلها يشبه آلهة المصريين القدماء؟ أو آلهة أوليمبوس في الأساطير اليونانية؟ ألا تعلم أنه مكتوب في الكتاب المقدس مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي؟ عندنا الآية تقول لا تحلف باسم الله باطلا ولا تنطق باسم الرب إلهك باطلا لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا حتى اليهود يرتعبون عند ذكر اسم الله بعبارة أدناي أي ربي أو سيدي من يجرؤ على إهانة الله ويقول كلام باطل مثل هذا عن الله القدوس إن إلهنا نار آكلة وهل ننسب لله عز وجل أنه يتزوج بامرأة؟ عزيزي هذا مرفوض رفضا باتا عند جميع المسيحيين على اختلاف طوائفهم أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة في سورة البقرة حتى لو ذكرها في سورة الجن كما يزعمون وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا شيء تاني إنها إهانة شديدة موجهة للرب يسوع المسيح الذي يتبعه اثنان ونصف مليار شخص وهل المسيح ابن زنة؟ حاش هذا الكلام إهانة للمنطق حتى إهانة للغة العربية التي تتكلم فيها وإهانة للشرف والأخلاق لماذا تتهم المسيحيون بشيء لا يؤمن فيه من الأساس بل يعتبروه شيئا مخجلا عندما ترددون هذه الآية إنها تمس قدس أقداس الله يسوع الكامل القدوس الذي لا مثيل له المخلص الوحيد المسيح الذي تنبأت عنه النبوات عاش حياة كاملة معصوما عن كل خطية عاش حياة أخلاقية التي ترد الله ماذا نقول عن حياة الفريدة ومعجزات الخارقة وتعليم المغيرة ثم قيامة المجيدة إنه حي وله السيادة الكاملة يوما ما ستواجهه في الدينونة احذر أن تهينه المكتوب عنه الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع والذي من الأرض هو أرضي ومن الأرض يتكلم الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع ثم تالتا أحبائي إنها طعنة صريحة لأقدس إنسانة على الأرض بطهارتها ونقاوتها بطاعتها وجمالها الحقيقي إنها طعنة في قلب مريم الطاهر مع تأكيد كلام مريم في القرآن قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ثم مئات الملايين تعشق مريم الطاهرة المكرمة المطوبة ومئات أخرى من الملايين من الفتيات يردنا أن يتمثلنا بها يا صديقي نحن نؤمن بالميلاد العذراوي كما هو مكتوب فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله من فضلك أرجوك لا تقول كلام لا يمت بأي صلة للمسيحيين بل بالعكس إنها إهانة موجهة لله وللرب يسوع وللمطوبة مريم المباركة ابحث عن أناس آخرون لربما تنطبق عليهم هذه الآية لكن مرة أخرى أؤكد لك لا يوجد مسيحي واحد يؤمن بهذا لأنه شيء لا يقبله العقل أن نتهم الله وهل هو إله ضعيف حتى نهينه بهذه الطريقة والآن تب ولا تتوانى لتطلب رحمته وغفرانه وغفرانه ترجمة نانسي قنقر